كنا بنتكلم كتير اول فترة اللي فاتت وانه حسن نصر الله ياخد بطار القيادات اللي تقتلوا فوقت شكر وكل قيادات حزب الله اللي اسرائيل اغتلتهم واضرب يا حسن نصر الله في مواقع عسكرية اسرائيلية كنا بنقول كده على الهوى وكان يطلع يقولوا ازاي يعني طالب ايه قلنا لو ما قتلش حسن نصر الله وخد بطاره هيقتلوه وكان انه حسن نصر الله لم يوجه اي ضربة حقيقية قوية لجيش الاحتلال فجيش الاحتلال قرر قتل حسن نصر الله وده اللي حصل هو عمال يهدد اتنين وثلاث بالمناسبة حسن نصر الله مسك الامير العام لحزب الله بعد عباس الموسوي عباس الموسوي اسرائيل كمان قتلته سنة اتنين وتسعين دولى حسن نصر الله من ساعتها لحد النقاردة لحد مبارح امين عام لحزب الله ويواجه ويكلم وهنحرر وهنروح القدس والكلام لحاكم تسمعوه وعارفينه ومتابعينه امريكا قتلت قاسم سليماني لم تتحرك ايران ام قتل اسماعيل هنية في قلب طهران ولم يؤخذ بطار اسماعيل هنية قتل حسن نصر الله انبارح مع بالمناسبة عدد كبير جدا من قيادات حزب الله حزب الله حتى النهاردة لم يكتشف عن مين هم الناس اللي قتلوا انبارح مع حسن نصر الله الا واحد بس علي الكاركي فقط لا غير اللي كان هرب من يومين حاولوا يغتلوه يوم لاربع وهرب علي الكاركي قتلوهم بارح وكلهم قاعدين في مكان حارة اسمها حارة حريك حارة حريك في الضحية الجنوبية بالمناسبة جميع القيادات قتلوا في أزير حارة يعني قلب به امن وقلب به تاني قلب به امن تبعد عن المكان المستهدف